هاتس هجو أهلا بكم من ثاني على قناة مانجا سيكستي فور باعتكم لكل ما يخص عالم الفيديو جيمز أنا أحمد زوم وأقدم لكم ريفيو عن لعبة هوغوورس ليجاسي على بلاي ستيشن 5 لعبة هوغوورس ليجاسي من المطورين بورت كي لعبة أوبن وورد أر بي جي من منظور السلاسي الأبعاد اللعبة شبه The Legend of Zelda Breath of the Wild The Witcher 3 و سكايرم لعبة هوغوورس ليجاسي ملاش أي علاقة بهاري بوتر ولا فورد مورد القصة قبل ده بمئة سنة في عالم مدرسة هوغوورس للسحر بتلعب بطالب في السنة الخامسة بتختار بقى اسمه شكله ونوعه الطالب ده اكتشف شكل قديم من السحر واللي بيدور عليه اثنين ولاد ستين في سبعين ران روك زعيم الجوبلينز وفيكتور روكوود اللي عمل اتحاد مع ران روك هتدخل بقى في حربه ومغامرات ما بتخلاص الجيم بلاي بقى متقسم لكذا حاجة الماجيك سبيلز عندنا 27 تعويزة سحرية هتهايأس يا معل هتحس انك ولا دمبلدور في زمانه عندك كمان المقاشة السحرية اللي هتبقي ديك ورجليك هتساعدك تروح في كل حتة في هوغوورس وكل الاراضي اللي حاولين هوغوورس اللي هي مساحة رهيبة جدا الكاستومايزيشنز هنا كتيرة جدا تقدر تغير الطائية والنظارة والكوفية والشاكت والبنطلون والمقاشة في عندك كمان الصحاب اللي من كل الهاوسز المختلفة فمش فارق انت هتختار اني هاوس تقدر تتعرف على كل الصحاب المتاحين البازلز والترايلز كتير بشكل مبالغ فيه هتقضي ساعات وساعات قد كده عشان تخلصهم كلهم هتنبسط جدا جدا اكتر حاجة فصالتني هي الفريم ريتس بتقع بشكل عشوائي وفيه بج انا لبسته شخصيا في الفريم ريتس بتقع وتفضل ثابتة ولازم عمل ريستارت للعبة عشان تزبط بس ده كان عشوائي وفي اول شعر من وزور اللعبة اعتقد ان هم منزلوا كذا اوبديت للبج ده الجرافيكس في اللعبة دي حاجة فخمة على الاخر جيل جديد بجد والرسومات والمزيكة هتحس انك في عالم هاري بوتر من غير هاري بوتر لو انت بوتر هيد زي ما بنقول يعني من الاخر او بتحب هاري بوتر فاللعبة ديليك طبعا ولو انت جديد على العالم ده انصحك تخوض التجربة كان معكم احمد زوم على قناة مانجا سيكستي فور بوابتكم لكل ما يخص عالم الفيديو جيمز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر